لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت رسالة أرسلها شيخ الإسلام بن تيمية إلى حاكم قلعة دمشق عندما حاصرها التتار آنذاك يحضه فيها على عدم تسليم القلعة وإن لم يبق فيها إلا حجر واحد هكذا كان حال الصادقين من أهل العلم في كل زمان ومكان فإذا ما قامت سوق الجهاد لم يكن لهم تجارة إلا فيها ولم تكن لهم بضاعة إلا ما ينكل في عدوهم أما اليوم وغزة تدك والدماء تسيل والمجاهدون فيها يقدمون الغالي والنفيس ويسطرون الملاحم والبطولات نرى بعضا ممن تعمم العمائم وتجلبب بالجلابيب ولبس ثوب المشيخة يقولون لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لماذا هذا القتال؟ هذه التهلكة هذا من غير إذن ولي الأمر وتسمع من كلمات التثبيت والتخذيل الأعاجيب بينما لو كان القتال في سبيل الكفيل الأمريكي تراهم وحكامهم يرعدون ويبرقون ويفعلون الأفعيل حتى تكاد ترى الواحد منهم للأرض تحمله ولا السماء تضله مثل ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي في أفغانستان إبان الغزو السوفيتي عندما كان القتال ضد عدو أمريكا عندها كان الجهاد واجبا وتفتح له كل التسهيلات لوصول الإعانات والمقاتلين بينما اليوم القتال ضد عدو الملة على رمية حجر من بلادهم فلا تسمع لهم ركزا بل ومن ينطق منهم تقول يا ليته سكت ولكن الحمد لله الذي قيض لهذا الأمر رجاله في كل زمان فها هي دار الإفتاء الليبية تصدر فتاويها بوجوب نصرة أهل غزة بالمال والسلاح وبالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية وأنه واجب شرعي على جميع المسلمين كما كان من المسارعين في استنفار الأمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأزهر الشريف ولفيف من اتحادات وروابط العلماء من مختلف البداد فهل باتت دماء المسلمين رخيصة إلى هذا الحد عندما انرهن فتواه بأمر حاكمه وأين هم من ميثاق الله الذي أخذه عليهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه